سلام عليكم كومنتات كتيرة جدا بتسألني ازاي بعمل الفيديوهات بتاعتي و ايه البرامج اللي بستخدمها عشان كده انا قررت اعمل لكم الفيديو ده الموضوع بيبدأ بفكرة او مجموعة افكار مترطة بحاول اني دونها اول باول في ملف ورد حتى لو ما كانش ليها علاقة ببعض الافكار بتجيلي متفرقة وفي قوات مختلفة معظم الافكار بتجيلي وانا سائل عربية او انا تحت الدش بعد كده بقعد ارتب الافكار واكون باقي النص واقعد اعدل الصياغة واختصر حاجات واضيف حاجات لحد ما حس ان الموضوع بقى كامل كده وجاهز للتنفيذ بعد كده مرحلة تسجيل الصوت بسجل الصوت في البيت باستخدام مايك البلوياتي بتاعي وبعمل شوية ساوند ايدتينج بسيط على برنامج الاوداسيتي عشان اجهز الصوت واحسن جودته بعد كده مرحلة الستوري بورد ودي المرحلة اللي بحاول فيها السكريبت اللي انا كتبته لرسومات كروكية للمشاهد بحاول اتخيل واشخبط وفكر ايه افضل طريقة عبر بيها عن الجمل المكتوبة وصريا بعد كده مرحلة الرسم هنا بحاول الرسومات الكروكية لرسومات نهائية متحبرة ومتلونة وباستخدم في المرحلة دي برنامج ادوبي فريسكو على الايباد واحيانا برنامج ادوبي انيميت للرسم المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة التحريك وباستخدم فيها برنامج ادوبي انيميت على الكمبيوتر عشان احرك الرسومات والمشاهد اللي انا رسمتها والاني شغال لوحدي فبحاول يكون التحريك ابسط عشان ما ياخدش وقت زيادة وفي نفس الوقت يعبر عن المعنى المطلوب اما في فيديوهات الوايت بورد انيميتشن اللي بيظهر فيها ايد بترسم كده دي باستخدم فيها برنامج فيديو سكرايب ودي بتكون ابسط شوية من الفيديوهات التانية في التنفيذ بعد كده مرحلة المونتاج النهائي ببرنامج ادوبي برميير وهي المرحلة اللي بضيف فيها المؤسرات النهائية والتقطيع النهائي للمشاهد والاصوات قبل ما صدر نسخة نهائية للفيديو وارفحها على يوتيوب احلى مرحلة بقى في كل دول هي مرحلة اللي بقرأ فيها التعليقاتكم الجميلة والتفاعلكم مع الفيديو ودي باختصار هي مرحلة انتاج اي فيديو من الفيديوهات اللي انتو بتشوفوها على قناتي هتمنى يكون الفيديو ده عجبكم تخيل معايا كده لو نزلت في يوم تتمشي في الشارع وانت ماشي بتبص حواليك لقيت كل الناس فوق راسها يفطأ وكل واحد اللي يفطأ بتاعته مكتوب فيها الطريقة اللي هيموت بيها